القاضي أمامكم القاضي أمامكم القاضي أمامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي و هنتكلم فيها في كل شيء يخص الكرة المصرية لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حلقة قوية جدا ويا لها من حلقة مليانة بالأخبار والكواليس كل اللي نطلب من حضرتك ما تبخلش علينا باللايك للفيديو علشان نوصل الحلقة لكل الناس في بيان رسم النهاردة من اللجنة السلاسية أول حاجة عايز أتكلم فيها اللي بتدير نادي الزمالك ليه اتحاد الكورة طلبين طلت مطالب رسمية من اتحاد الكورة حاليا بسبب الحكم أمين عمر أولا إعدامه ده إعدامه دي من عندنا إحنا يا ساد على فكرة نادي الزمالك عايز إيه بقى الطلبات بتاعته اللي طلبها من اتحاد الكورة أولا إعادة مباراة المقاولون العرب اللي فيه وقت لاحق ثانيا إحالة الحكم أمين عمر إلى التحقيق لدى أنتم حولوا بقى للنيابة العامة ثالثا عدم إسناد أي مباراة أخرى للزمالك للحكم أمين عمر وأنا من هنا بقول لحضرتك إن أمين عمر لحد نهاية الموسم وافتكروا الكلام ده مش هيحكم ولا مباراة لنادي الزمالك بعد الضغط اللي حصل مباراة بعد مباراة المقاولون اللي ما شفناش منها أي حاجة اللي طالعين يقولوا الكورنر مش كورنر وإنتوا ما خدتوش بالكم سنة ألفين اتنين وعشرين لما فرجاني ساسي يعني شاف كورة برى الملعب خالص والحكم حسبها ضربة رقنية للزمالك المقاولون كانت يعني المقاولين كانت ماشية راحة يمت الزمالك يمت نص ملعبهم علشان خاطر الكورة ضربة مرمة الحكم حسبها ضربة رقنية الزمالك حط منها الجوني التاني لو تفتكروا اللي جابوا فرجاني ساسي كانت النتيجة واحد واحد وفازوا ساعتها بالمباراة اتنين واحد ومحبش بيفتكر ليه هو ليه الكل عنده يعني زاقرة السمك يا سادة عمتا ان مجلس نادي الزمالك اللي موجود بيقول الطلبات اللي من وجهة نظرهم هم شايفينها مشروعة وحقهم انما يطلعوا يعني يعاقبهم ويقولوا امين عمر لا يستطيع ان هو يفصل بين ميوله التشجيعية للمنافس وعملوا كحكم ميوله التشجيعية للمنافس طب ايه اللي جاب القلعة يعني ايه اللي جاب القلعة جنب البحر ايه اللي خلاكم تطلعوا تقولوا ان امين عمر ميوله التشجيعية اهلاوي ده انتم محدش سنتكم السنين اللي فاتت وخصوصا السنتين اللي فاتهم تمام اللي انتم خدتوا فيهم اتنين دوري تمام قد امين عمر ومحمد عادر اللي هو حكم الفار بتاع مبارح وامين عمر نفسه يعني احنا لما نتكلم في المباراة بتاعة مبارح كان فيه الطرد للعب حاتم سكر في الدقيقة 47 في الدقيقة التانية من الوقت بضل الضيع في الشوط الاول رسمي فهمي نظمي طرد واللي هيتكلم فيها النهاردة خالد الغندور مش حد تاني يعني معنى ذلك ان امين عمر يا سادة تمام ما جاش على نادي الزمالك ما تتكاش قوي على نادي الزمالك زي ما انتم متخيلين اطلعهم اتكلمهم على العيوب الفنية في نادي الزمالك لو انتم عايزين تقوموا فرقة وتقوموا فرقة وتعملوا فرقة لو انتم عايزين تقوموا فرقتكم تاني وتخلوها ترجع للمنافسة اطلعوا تكلمهم على عيوبكم اطلعوا تكلموا على الكوارث والمصايب اللي موجودة عندكم انما انتم بالطريقة دي مش هترجعوا فرقتكم تاني للمنافسة لو علقت اخطائك على الحكام وعلى ده وعلى ده مش هيقوم لكم قومة تاني ده انتم كده كل يوم والتاني هترموا اخطائكم على حكم او على شخص وما بعده كده ايه اللي بيحصل فرقة الزمالك مش هتبقى في المربع الزهب يصدقوني ولا هتنافس يا سادة مبارح احمد علاء بيعتذر اقسم بالله اجبروه يعتذر اجبروه يطلع يعتذر لجمهور نادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك ويقول جمهور نادي الزمالك على راسه طبعا اي جمهور اي فرقة على راس اي لعيب بس مجرد ان اللاعب مبارح اخوي تخانئ معاه في قلب المباراة بسبب احتفاله بنسر النادي الاهلي طب ما احنا شفناها من اسلام جمال قبل كده شفناها من باسم مرسى قبل كده شفناها من لعبة كتير جدا في نادي الزمالك لما كانك بتجيب جون في النادي الاهلي كانوا بيعملوا لعملة القوص دي حد تكلم حد منكم طلع حلل وقال اللاعبة دي لازم تعتذر لجماهير الاهلي طب اعتذروا ما يعتذروش اعتذروا ما يعتذروش عارفين ما اعتذروش ليه لان هم استحالة هيعتذروا ما عجبنيش تصريح شوق غريب بعد المباراة قالك لو حصل الكلام ده عنده حساب عسير بالنسبة ليه يعمل حج ازاي عمل حج الكابتن شوق غريب مدير فني ازاي يا كابتن شوق يعني حضرتك دلوقتي لو عندك لعب بيلعب قدام النادي الاهلي ولما جاب جون ولما جاب جون في الاهلي عمل علامة القوص توقع عليه عقوبة نعم على ما اعتقد عملوها كتير الله ينور عليك لحد دلوقتي كده لحد دلوقتي مصطفى محمد بيعملها بسنانه في فرنسا يا استاذ علي يعني معنى ذلك يعمل حج الكابتن شوق غريب بيقول ما ينفعش انه يطبعه اصلا على اللعيب اللي عنده لان يا كابتن شوق احتفالات اللعيبة تمام ادم بعيدة عن اهانة الجماهير عادية جدا المشكلة ده المشكلة فهمت حسان ميدل اللي طالع دلوقتي عايز يبين للكل انه بيحب نادي الزمالك بس انت خلاص اطلب يعني اتكشفت يا احمد يا حسام يا ميدو بعد ما طلحت قلت ان المحامي بتاع المعزول او رئيس نادي الزمالك السابق احمد حسام ميدو طلع يقول ايه يا سادة حسام عبد المجيد اللي ما عملش حاجة سبقته بيس الزمالك قبل بيرامدز لما عرف انه بر القيمة ضحك على عبد الواحد السيد مدير الكورة وقال له هجيب حاجة من العربية وركب عربيته ومشي ده ايه بقى ده مركز شباب على فكرة مش نادي وبعدين بتلعبه تاني ماتش اساسي وعايز تكسب وعايز تكسب الفرقة وعايز تعمل فرقة وعايز تيرجع هي بتنادي الزمالك لما لعب مايركبش معاك الاتوبيس ويعني ومايرضاش يروح معاك مباراة بيرامدز تيجي تاني مباراة تلعبه اساسي ينهر سود ومنيل يا حضرات ده الفرق بين الاهل والزمالك ماشي بين الاهل والزمالك يعمل حج المباراة حسام عبد المجيد خض عربيته ومشي وكانوا مستنيينه حسام عبد المجيد الكابتين احمد حسام ميدو يعمل حج بعد الوقع عادية في مباراة بيرامدز ما طلعش عقب عليها ولا تكلم عليها اش معنى دلوقتي بيعقب النهاردة على مباراة النادي الزمالك ونادي المقاولين علشان يتعدلوا النهاردة يعني هو دلوقتي يعمل حج مستني اني نادي الزمالك يبقى فيه ما كانش عشان لما يطلع يعقب الناس تقول انه خايف على الفرقة لا بص يا احمد يا حسام يميدو الناس كلها عرفت ان انت دلوقتي بقيت بتتلون على كل شكل ولون تمام بتقف يعني بقيت بتتلون على كل فرع بتقف عليه انت دلوقتي نفسك تخش نادي الزمالك من جديد او تخش فيه فنياً بس مليون في المية مش هينفع لان انت اكتر واحد اتحسبت قبل كده على المعزول تمام او رئيس نادي الزمالك السابق اما بقى بخصوص اصول اللي الناس كلها طلعت قالت عليه انه بيعادي امبارح وانا طلحت هنا ووصفت بالمسن لان ده طلعت كان لمرضه والبيته تمام انه هو بكى عشان مرض والبيته ربنا يشفيه يا رب يا رب الرجل طلع امبارح قالك انا ما عيدتش على فكرة اللي هو اسيريو قالك انا ما عيدتش علشان خاطر المباراة بخصوص الهدف اللي الزمالك جابه لأ انا عيدت علشان والدتي كانت تعبانة بس هو عرف الخبر ساعة المباراة ولكن عارف الخبر قبلها ما هو ده اللي احنا عايزين نعرفه نخش بقى يا سادة على الاخبار اللي جاية فضلا وليس امرا من كل الاهلوية لايقاتكم هي اللي هتوصل صوتنا لكل الدنيا في البداية معانا الكابتن طارق يحيى وهو طالع يقول حزبي الله ونعم الوكيل لله الامر من بعد ومن قبل نسمعه قال ايه الكابتن طارق يحيى قال لله الامر من قبل ومن بعد بصراحة يا جماعة والله العظيم احنا ما شفنا كده في حياتنا ابدا اما حكم يصر انه يخسر يعني يخسر الزمالك ومصر ان ضربة الجزاية يقولك هتهالي من بره ولا من جوه ومش مقتنع انها ضربة جزاية اساسا وبعدين يقول هتهالي من بره ولا من جوه يجيب هاله الراجل ايده من جوه يقوله لا لا انا مش مقتنع انها ضربة جزاية انت بتطلع نفسك انت تمام انت فاهم في قانون الكورة اساسا دي نمرة واحد نمرة اتنين هتوله الكورنر يا جماعة اللي جيه جون التعادل والمقاولين هتوله الكورنر بس الكورنر ده حسب ازاي الكورنر اهو يا كابتن الاخ امين عمر تمام هيحسبها ضربة ركنية من هنا تمام الاخ امين عمر حرام عليك اتفرج بس يا كابتن ده كلام يا جماعة الراجل يعني محضا عليه عبدالغاني محضا على الكورة تمام سيبك انها جات جون سيبك انها جات جون تمام الراجل المخرج معتش الكورة تب هي جات جون وفيه اعتراضات من لعيبة الزمالك هو فيه كده في الدنيا يا جماعة ضربة الجزاء وفي الديئة 98 مايفهمش يا كابتن يعني 51 سانية حاسب جون جيه في الديئة 98 و51 سانية يعني فيه دقيقة ايوة هل الثامن دقاي انا شايف انه هما ثامن دقاي تمام هل الثامن دقاي الراجل محمد عادل يا كابتن يقولك الفار وإحنا سمعين الصوت اتضح انه مش فاهم في قانون قرة القضاء وانا بحبك بص يا كابتن امين يعني امين عمر بكلمك جد معلش مع احترام الكامل لحضرتك انا بقطع على كلامك امين عمر انا ما بحبكش يعني ما بحبوش ان هو يحكم لنادي الزمالك ده من اللي بيقول كده الكابتن طارق يحيا الكابتن طارق يحيا ولكن هي حضرات فزلك على الفادي وحاجة يعني بصراحة نرفز الله يكون فعون الزمالك والجهاز التاني فعلا لله الامر من قبل ومن بعد وحزبي الله ونعم الوكيل فكل واحد بيطلع يقول كلمة ما هيش صدقة انا دلوقتي بتكلم على الحكم وده الكلام اللي احنا كنا متوقعينه بس انا مش هعقب عليه انا اعقب على حاجة تانية الحاجة التانية اللي هي نص الموضوع واصله اشتغل مدير فن قبل كده يقولك ان الزمالك عمل مبارحله مبارحله ازاي؟ ده بيقول كده نادي الزمالك عمل جيم كويس جيم كويس من انه وجهة نظر هو حضرتك شفت نادي الزمالك في الشوت الاول بيروح لمحمود ابو السعود وبيهدد منطقة جزاء المقاولين اكتر من مرة ولا حاجة شفناها شفنا كرة طلعت من قلب شفنا كرة مثلا لعبة المقاولين طلعوها من قلب الجون ما شفناش حاجة طبعا ولكن هو ده اعلام الزمالك وهو ده جمهور الزمالك اللي هيفضل كده ولا هيفضل يتكلم كده طيبا الاستاذ احمد سليمان يعلق على انسحاب الاستاذ عبدالله جورج من انتخابات نادي الزمالك حرص اللواء احمد سليمان المرشح على منصب عدو مجلس ادارة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة على التعليق بشأن انسحاب عبدالله جورج من انتخابات نادي الزمالك كتب احمد سليمان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك انسحاب عبدالله جورج هو ده الزمالك ونشر عبدالله جورج بيان رسمي بشأن انسحابه ودعم حسين لبيب قائلا الزمالك اولا السادة اعضاء الجمعية العمومية والجمهور العظيم تتويجا لمعرقة استمرت تسع سنوات تم استعادة نادي الزمالك الى ابنائه وقال كمان منذ تم الاعلام عن اجراء الانتخابات حددت هدفا بعدم عودتي من الى المجلس السابق او اتباعه والمحسوبين عليه الى المجلس المنتخب الجديد والسعي لتكوين جبهة متمسكة من الشرفاء القادرين على قيادة النادي الى عهد جديد وبيأكد كمان في سبيل ذلك الهدف النبيل تمكنت بتوفيق الله مع عدد من محب النادي المخلصين من الجمع بين الكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان في قائمة واحدة تجنبا لتفتيت الاصوات الانتخابية وترصيخا لمبدأ المصلحة العامة تفوق المصلحة الخاصة واكمل كمان ثم تقدمت باوراء ترشح للانتخابات للتواجد بالقرب من الاحداث والمساهمة في اعادة النادي الى الطريق الصحية وبيأكد كمان منذ اعلاني دخول الانتخابات لم تتوقف محاولات استقطاب لتكوين جبهة قوية لتكوين جبهة قوية او تحالف ضد القائمة الموجودة مما يتعارض مع اعلاء المصلحة العامة وقال كمان لذلك فانني وبعد دراسة الموقف والتشاور مع عدد كبير من القامات ومحب النادي ورغم ان المؤشرات كانت تؤكد قدرتي على المنافسة للانتخابات والفوز بمقعد مجلس الادارة الى ان الرأي ومن موقف القوة استقر على تقديم نموذج فعلي لتطبيق قيم الاصار وتوحيد الصف لاعلاء مصلحة النادي وجعل شعار الزمالك اولا حقيقة واقعة واتم حديثه لذلك اتخذت القرار بالاعتذار عن استكمال الانتخابات مع تقديم الدعم والتأييد الكامل للقائمة الموحدة كاملة برئاسة حسين لبيب بعد مناقشة ودراسة افكارها وخطط عملها بحزبانها الاولى والاقدر لقيادة النادي في هذه المرحلة الفارقة من تاريخه اخيرا انني اذا اسجد لله شكرا لما لمست من حب ودعم اعضاء الجمعية العمومية منذ اعلان ترشح للانتخابات فانني اعاهدهم ان ابقى ما احيان الله في خدمة النادي وجماهيره واعضاؤه باستمرار لمسيرة العائلة التي امتدت لعقود في حب نادي الزمالك عزيز المشاهد عزيز المستمع بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبة حضرتكم يريد تدعمونا باللايك للفيديو والاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك اهم اخبار النادي الاهلي اول باول بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية استنوني في فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته